هنتكلم النهاردة عن ازاي تكون لعب شطرنج معتمد. يعني ليك اي دي او رقم في الاتحاد الدولي للشطرنج. مش بس كده. لو عاوز تكون مدرب للشطرنج بعد خبرة كبيرة ودراسة في الشطرنج وعاوز تبقى معتمد كمدرب او مدرس للشطرنج في احد النوادي اه سواء داخل مصر او برا مصر اه او في مدرسة اه للشطرنج او حتى في المدارس. يعني في مدارس دولية كتير جوة مصر اه حاليا وبرى مصر ابعا في امريكا واوروبا ودول الاستراليا والكندا. الدول المتقدمة ديت المدارس بتاعتهم اللي هي العادية اللي هي بتدرس العلوم اه اللي هو والماس بتدرس بالاضافة لها اللي هو ايه الشطرنج كاكفتر اكتيفيت سكول يعني اه كنشاط بعد المدرسة. وبتبقى ليه مسابقات اه بين المدارس وبتبقى بين مقاطعات ومحافظات مختلفة داخل الدول ديت. اه والطلاب يبقى مستمتعين جدا بدرس الشطرنج والمسابقات اللي بتحدث والبطولات اللي هي اه بعد اه 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 اليوم الدراسي. ومش بس كده. في بعض الدول ببقى الشطرنج بتدرس كمادة دراسية. وكمان لو انت عاوز تبقى اه حكم معتمد. اه وطبعا اه على فكرة شطرنج سواء كونت لاعب محترف ومعتمد. ففي اه ترقيات للعيبة. اه بتوصل لغاية اللي هو اعلى حاجة كلاعب شطرنج. وطبعا فيه تقييم. كل ما بتلعب شطرنج كل ما بتفوز بيزيد التقييم متاعك. اه ده بيحصل من خلال اه موقعين مهمين جدا لازم تتعرف ازاي تتابعهم بالسمرار. اللي هو موقع فيه ده. اللي هو الف اي دي اي دوت كوم. اللي هو اللي هو الاتحاد الدولي للشطرنج. اه وده من خلاله بتنشر اه كالندر او اللي هو اه نقدر نقول عليها اللي هي الكالندر اللي هي اللي انه المواعيد متاعة البطولات الدولية للشطرنج. اللي هي ممكن ان خلالها تعرف تشترك فيها وتسافر وتلعب. اه لو انت محترف وعندك اه سكور او عالي في شطرنج. اه ومش بس كده في موقع تاني مهم جدا هنتعرف عليه في الفترة اللي جاي اللي هو اللي هو موقع اه خلونا دلوقتي نتكلم عن اللي هو موقع اف اي دي اي دوت كوم. هنشوف دلوقتي ازاي انت مسلا اه تقدر بعد ما بيعندك اه اه ترقيم او اي دي في الاتحاد اللي اللي انت اه اه بلدك تابع عليه مسلا لو انت في مصر اه في محافظة المياه السكندرية القاهرة اصيط مسلا فانت المفروض بتبقى تابع الاتحاد المصلي الشطرنج لو انت في بلد تاني برا مصر هتبقى تابع برضو للاتحاد الدولي البلدية. وكلهم خضعين تحت او المظالم بتاعت الموقع اللي احنا فتحينه دلوقتي اللي هو فبعد ما بتحصل على دوت تقدر تعمل هنا وبتدخل اه لو انت ما عندكش اكاونت بتقدر تكريت اكاونت من هنا اهو. تمام? وتبتل تدخل الوزر نيم والباسورد بتاعتك. اه انت عملت الاكاونت بترجع تاني وتخش هنا ايه بقى? بتخش اه اه على اه باليوزر نيم والباسورد وبتعودك وتخش ساين ان. زي ما هنشوف دلوقتي. اه لما بتدخل هنا المفروض اه بيبقى انت كده سايند ان اهو. بتاعتك بظهر هنا. لو انت عاوز تعمل بتاعك بتخش على تقدر تتعدل اهو ده بتاعك اهو. وتقدر تضيف تقدر تضيف يعني مسلا لو انت البطولة تقدر تضيف الايه? كل الداة بتاعت البطولة دي. زي ايه مسا? طبعا اسمك والمكان متاعك. بتاع او البطولة ديت من خلال هنا بتضغط هنا بتديك الكالندر وتتحكم وتدخل كمان. لو هي بتاخد خمسة ايام مسلا. طبعا متاع البطولة ديت هل الجيم بياخد ساعة ساعة ونص. اه طيب الوقت اللعب يعني. لو هي مسلا بطولة تكون من خمسة او تسعة مسلا او سبعة راوند. اه تليفونك وبعد كده مين اللي هيحكم البطولة ديت? ومين ومين اللي هو رئيس الحكام? ومين الرئيس المنظمين? والنظام نفسها والبطولة? هل هو بس والايميل متاعك? وطبعا والبلد والدولة اللي انتبع لها. والنبر او بلايرز اللي هيشتغل في اللي هيعبه في البطولة دي. هل هم هندرد بلايرز? هل هم مسلا متين لاعب? والويب سايت لو فيه ويب سايت زي ما قلن. طب المعلومة دي اللي بتحطها بتتنشر على الاتحاد الدولي اللي هو الف اي دي اي دوت كوم. وكل الداتة بتتنشر وكمان تقدر تضيف صورة للبطولة دي. طيب ده بالنسبة للفيه ده. الف اي دي اي دوت كوم. عندنا اه 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 في فيديو تانا هتكلم عن حاجة اسمها وده الموقع ده مهم جدا لانه بيحتفظ لك بريكورد لكل البطولات اللي انت اشتركت فيها. وكل بطولة انت لعبت مع مين وفست ولا خسرت منه. وكمان قبل البطولة كان قبل الجيم مش البطولة. قبل الجيم كان كام وبعد الجيم بقي كام. تمام? اه ده اه اه ده اوتوماتيك لأي بطولة مقيمة لازم تسجل على اتشيس اه ريزل. اه ده في فيديو تانا هتكلم عنه بالتبسيط. اه لكن هنا النهاردة خلينا نتكلم برضو عن حاجة اسمها اه اه لما احنا دخلنا هنا في الف اي دي اي اللي هو اه الفيدة تمام? اه اللي هو الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي الشاطرانج. لو انت نزلت تحت كده بص هتلاقي هنا اخبار اه ما سيبقولك ايه? فيد اولاين جيدتس يوس اه شامبينشيب. تمام? ودي هتكون يوم سبعتاشة. اه يعني دي حصلت فعلا. هديك كل التفاصيل عنه وصور ليه اللي حصل. وترتيب اللاعبين اللي فازوا. وزي ما اشياء دي صورة اه بطل العالم ماجنص. وده الريتنج الحالي اللي هو ليه تمام? وكمان اخبار بتتغير وبتبقى. وهنا لو احنا عاوزين مسلا نقش مسلا بصوا ده لو انت منظم وعاوز تعرف ديت. اه وخلي بالك عشان تقيم انت لازم محتاج انك تحصل على شهادات. وشهادات دولية. اه زي مسلا لو انت عاوز تبقى حكم. وتتدرك في التحكيم. بالاول بقى حكم محلي اولى. وثم درجة تانية. ثم درجة تالتة. بعد كده تاخد حاجة اسمها ايه? اه تحكيم دولي شرط التحكيم الدولي. اه وطبعا دي بتبتري بحاجة اسمها انك انت تحصل على شهادة اه من تمام? اللي انا فتحه دلوقتي اهو. وحاليا دلوقتي اغلب الشهادات اه بتبقى بتاخدها وانت هديك مسال مسلا يعني مسلا احنا دلوقتي مسلا في خمستاشر يناير اللي جاي ده على طول كده او خلينا احنا خمستاشر يناير عادة اتنين وعشرين يناير في بطولة او اه مش اه دور التحكيم دولية اللي هي اللي هي دورة خمسة وتسعين اه خلال انترنت يعني اهو. تعالي فتاح ونشوف تفاصيل بتاعتها بالزبط. اهي. اه دول دي او دورة التحكيم دي ده عبارة عن سمينار هيبقى اونلاين. والفترة بتاعته من اتنين وعشرين يناير ل ايه? ل ايه? اه من اتنين وعشرين يناير لتسعة وعشرين تلاتة. خلي بالك. في اه خلال الفترة ديت بيبقى عندك اللي هو بالزبط اهو اهو. اهو. هتبقى يوم اتنين وعشرين جانيوري. والسكن ده هتبقى خمسة فبراوري. والسكن ده هتبقى اه تنسعتاشر فبراوري. اه والفورس اه لغاية ايه? بتوصل لغاية سادس وبعد كده بيبقى فيه امتحان. خلي بالك. ما تديك كل سشن هتاخد ايه? يعني مسلا اول سشن هتاخد اللي القوانين بتاعت الشطرنج اللي هي بتاعت التحدي او الشطرنج. بعد كده برضو قوانين تحدي اه الشطرنج تاني وكل سشن زي ما شابين بتاخد ساعتين. اه كام ساعة? اه بتاخد اه اه اربع اه اربع اربع ساعات. اربع ساعات. تمام? كل سشن اربع ساعات. تمام كده? وبعد كده اللي هو انواع البطولات واللي هو البيرنج لزواج. وبعد كده لما يحصل تعادل والتايب بريكس ازاي تعمل اللي هو ايه? الحسم. وشايفين كل الايه الكلام ده ومكان البطولة اللي هيقول البطولة هيبقى في اسرائيل. اه اللي هي اللي هي الاتحاد دولي الشطرنجي في اسرائيل. وآآ لكن هي هتبقى اولاين. لكن هي هتبقى اولاين. وخلي بالك الارجونيزر غالبا اهو اهو في دبي اهو. ده التليفون متاعه. والسعر بتاع السيرفك ديت ميت يورو. وهي اولاين. هوين? اولاين. وانت بيتك هتاخد البطولة دي وتاخد السيرفك ديت. بعد ما تبتحن برضو هتمتحن اولاين. تمام? اه ده اجزامبل. في واحدة تانية كمان هتحصل يوم تسعتاشر ايه? تسعتاشر. تسعتاشر فبريوري. ودي هتكون في تونس. اه? اه? دي بمية وستين يورو. وآآ دي قال لك في لا دي في بلغاريا في بلغاريا. واللغة هتكون برضو انجليش. شوف ازاي? آآ يبقى ازا وحدة كمان اتنين مارس اه? اه? اتنين مارس دي هتكون فين? هتكون في تونس. اهي? تونسيا. ودي سعرها متين يورو. شوف ازاي? متين يورو. وآآ دي جدول متاع السيش هنزل بتاعيتها اهيه. شوف ازاي? كل ده ايه? الجدول متاع السيش هنزل بتاعيتها. اوكي? طيب. آآ يبقى ازا لما بتاخد السيرفك ديت وبتاخد الشهادة. يبقى معاك الشهرة. برضو في شوية تانية لازم تحكم كزا بطولة عشان تبقى حكم آآ معتمد. وطبعا آآ الموضوع كله محتمد على آآ آآ قوانين محددة وتقييمات محددة وبطولات محددة تحكمها زي كنت حكم. ولو انت لقى برضو عشان تترقى في اللعبة ويزيد تقييمك من حوالي مسلا الفين او الف لغاية الفين وتلات تلاف واربعة تلاف احنا شايفين درات بطال العالم. كسر الالفين وتمنمية. الفين تمنمية حاجة وتمانين. آآ ده طبعا آآ آآ ريتنج عالي جدا جدا جدا. آآ طيب احنا دلوقتي آآ نتكلم برضو على الفيد ولو انا كمان عاوز اعرف حاجات تانية عن اللي هو انا بتكلم عن مسال دلوقتي بتكلم على المحكمين. يعني لو خدت بالك هنا كده. انا بتكلم على المحكمين. آآ لكن انا برضو لما ادخل هنا مسلا غير المحكمين فيه حاجة اسمها يعني مدرب في مدرسة. سواء كانت المدرسة دي ممدرسة شطرانج او نادل الشطرانج او فريق شطرانج زي فريق خاص بشركة زي شركة اه الشرقية للدخان مسلا في مصر هنا. او آآ المقولين العرب او آآ احدى الجامعات المصرية او الجامعات الانترناشنال او المدارس الانترناشنال بيبقى لها فرق. دي عشان يعني فيه دوري مسلا في مصر مشهول اسمه دوري الشركات. آآ غير كده كمان انك انت ممكن آآ تبقى لو انت بدولة اجنبية الحكام الشطرانج ومدربين الشطرانج في المدارس دول بياخدوا آآ مرتبات كويسة جدا لان اللي عمل مطلوبة جدا ومهمة جدا في المدارس وفي زي ما شبنا كده حتى في الشركات حتى في الاعمال. لان هي آآ كل آآ فرقة او كل الشركة بياليها الفريق بتاعة المنسلة في دوري الشركات. طيب ايه تاني? انت ممكن كمان تكون آآ غير او مدرب في مدرسة ممكن تكون يعني حكم دولي. وقبل ما تبقى بتبقى حاجة اسمها حكم فيدرالي اللي هو وفيه حاجة اسمه يعني مدرب آآ سينيور يعني آآ كبير شوية او كبير مدربين وفيدرالي. وفيه اقل شوية من الايه سينيور. تمام? وفيه حاجة اسمها تمام? وفيه حاجة اسمها يعني ده بقى ايه? يعني انت في مدرسة. لكن اعلى شوية ان هو ايه? صح? وآآ آآ طبعا آآ فيه كمان اللي هو يبقى انت كمان بقى مش مدرب فيدرالي في داخل البلد بتاعتك. لأ ده انت مدرب دولي تقدر تسافر للبلد تانية واتدرب فرقة في بلد تانية. وكمان فيه حاجة اسمها وانا ما عارفش انت بتطور هنا للمدربين او بتدرب مدربين. هل ممكن يكون المعله دوت? طب لو انت حاوز تبحس وتشوف آآ الناس آآ في بلدك. مثلا هنا فخلي بالك. في الاول خالص انت بنعمل كده. نخلي بالك دخلنا في فانت هنا هتسيرش عن ايه مسلا طبعا. اهو يبقى نضغط ايه? اهو جاب لك هنا لو دخلت هجيب لك هنا دول كلهم بس ده على على مستغل العالم كل دول على مستغل العالم. لا انا عاوز احصر البحث بتاعي. فمسلا انا عاوز احصر مسلا الانستركتور او الانستركتور. تمام? داخل آآ بلد زي مصر مسلا. ايه بها اكتب اي جي. وبعد كده اخش كده انتر. وبعد كده هعمل ايه? سيرش. اهو. فهيجيب لي اه اه هم دول اللي ايه الناس اللي معتمدين داخل مصر كانترناشنال انستركتور. تمام? اه. هما دول صفحة في تاني. نا دول كتر اوي. كلهم دول في مصر. بس انا كنت بسيرش بايه سواني كده? اه دول انترناشنال اربتر. انترناشنال ايه اربتر. تمام كده? لكن لو قلت مسلا فيد سينيور ترينا. فيد اربتر. فيد اربتر. وقيت قلت اسيرش الايجيبت مسلا. اختار كده ايجيبت. بعد كده هنزل تحت وقول له سيرش. اهو. دول البردو الفيد اربتر. تمام كده? اه انت ممكن تسيرش عن نفسك. انت مسلا خدت السيرتفكت وحكمت البطولات اللي هي المطلوبة. وعاوس يشوف انت اسمك نزل ولا تقدر تسيرش بال اي دي او بالنم متاعي. تمام كده? طيب. اه ايه تاني? لو انا مسلا عندي في الاربتر زي هنا كده بتاعت اهي? وعاوز انا مسلا خدت السيرتفكت معينة وعايز اصيرش عن نفسي. اهو اكتب اسم. اهو مسلا انا اكتب اسمي. مسلا انا انظور اهي. اهو. وبعد كده ادوس انتر او سيرش. اهو. فقال لي انا فعلا خدت الدورة التدريبية اللي هي كانت اونلاين للحكام اللي هما الفيدراليين. اه وكان ده عبارة سمينار وكان عفعوماها. يعني كان بس هو كان ايه كان عن الانترنت. يعني انا كنت قاعد في بيتي فعلا ساعد ما خدت ايه الدورة ديت. وكانت اللي هي رقمها سكستينز. احنا دلقتي لو اخدت بالك احنا شغلين في كام? في نينتي سكس ونينتي فايف. تمام? لكن دي كان سكستي يعني ايه رقم ستين يعني. والكلام ده حصل امتى? من اربعة وعشرين وعشرين ابريل الفين وتمنتاشر. تمام? وده موسق. ولو انت بسيت كده اهو. كان ساعة اللي بيدي الدورة ديت في عمان. واحنا كنا كل واحد في بيته. ولو انت اخدت بالك هتلاقي كام واحد اهو. ايه را كده. هتلاقي اربعة وخمسين من عشرة اللي هي كان ليه ايه الامارات وامان والكويت والسعودية وسوريا ولبنان واراك وايجب. عشرة من اماكن يعني اربعة وخمسين واحد من عشر اه اه اتحادات دولية مختلفة. عشر دول مختلفة وقادئهم. هنا الاسم الشخص اهو. اسم اسم الشخص واسم والده. والفيدرالي الدولة اللي هو تابع ليها النوع بتاعه. وده الرقم الفيدرالي اه بتاعه. اهو. لو ان بصت كده اهو هتلاقي انا فاكر ايوة اسمي. اهو. اهو. غاندور جريس اللي هو اسم والدي وبعد كده ده اسمي وبعد كده ايجي اللي هو ايجب. وده المال وده الرقم فعلا الفيدرالي بتاعي او رقم الاتحاد اه في الشطرنجان. فكل حاجة موثقة وموجودة على الموقع اللي هي ايه? الفيدر. اللي هو اف اي دي اي دوت اي كوم. اه المرة اللي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمكم عن تشيس ريزلت اللي هو بيحتفظ لك بريكورد بكل البطولات اللي انت البطولات المقيمة اللي لعبتها قبل كده. السنة وهو تخش على السنة ويديك نوع اسمي البطولة. واللي انت لعبت معهم لو انت مسلا البطولة دي كان فيها عشرة او تسعة راوند. هديك كل راوند. انت لعبت مع مين? والاي دي بتاعه وانت فوس والنقط بتاعتك قبل الفوز وبعد الفوز. والريتنج بتاعك كان ايه وبعد كده بيه ايه? تمام كده? بس كده النهارده. لكن في حاجة تاني. انا عايز اقوليك لو دخلت على الفيس بوك بتاعهم. انا عايز اقولك ان الشطرنج لعبة مهمة جدا. بص معايا. اه في كل حاجة في قوانين صارمة جدا. يعني الايد اللي انت بتلعب بيها هي نفس الايد اللي هتدوس على الساعة. دي حتة مهمة جدا. الايد اللي انت بتلعب بيها النقلة هي نفس الايد اللي بتضغط بيها على الساعة عشان تنهي الوقت بتاعك وابتدي وقت الخصم. متقدرش تلمس القطعة لو لما استهى لازم تلعب بيها. وفي في اللعب. لعني لازم قبل بتاعي اللعب لازم تسلم على الخصم. وكل نقلة لازم تدونها في الشيت بتاعك. كل نقلة لازم تدونها في مش كده? وطبعا احنا عارفين ان الابيض بيبقى على يمينه المربع الابيض دي حاجات اساسية. وما تنفعش تزبط القطع غير في بداية اللعب. ولازم تقول قبل ما تزبط اللعب ولا هتلعب القطعة اللي انت لمستها. وفي قانون سبتاتش مزل معروف. وزي ما انت شايف اللوحة اللي انت شغال عليها دي لوحة الكترونية. فالتاتش اللي انت اللي ما بيرمس او اي قطع تلمس المربع على طول بتحسها الالكترون تنزل على الشاشة اللي احنا شايفينا قدامنا دي. اخذت بالك لما هتيجي المنزر تانا هارهولا. الشاشة اللي بتظهر ديها هي بتوري الايه اللي انت بتلعبها ديها. بيظهر على الشاشة بالزبط كده. وتتنقل على مواقع الانترنت والناس يشوفها. شكرا. اتمنى تكونوا استفادتوا من الفيديو دوت. وانت ظهروا في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو اعمل له اعمل لايك واعمل سبسكرايب القناة وادعمنا عشان نستمر. شكرا.